إلى وزارة الداخلية بمناسبة العيد الميمون حقيقة لرجال الداخلية رجال الأبطال الذين يضحون بالغالي والنفيس لأجل أمن الناس والمحافظة على أمنهم وعرضهم وكل ما يمس أمن الناس حقيقة رجال الداخلية هؤلاء الرجال الأشاوس اللي ضحوا ولا يزلون يضحون لأجل أمن المواطن العراقي من القلب إلى القلب كل عام وأنتم بألف خير ومضى 97 عاما من النضال من التعاون من الجد من الاجتهاد من خدمة المواطن إلى الشرطة العراقية ابتداء من الوزير أو الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ونعتبر دولة رئيس الوزراء حاليا هو وزير الداخلية وإلى جميع مدرعنا الموجودين ومنتسبين وضباطنا وموظفين في هذه الوزارة العريقة والمرموقة هذه الوزارة إلى طالع ما قدمت من شهداء وتضحيات وخدمة إنسانية للمواطن رغم خدمتهم كواجب أو ملاحقة الجريمة أو تطبيق القانون أو تنظيم حركة السير إلى هنا كالجانب الإنساني اللي يأكدون عليه دائما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر